السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هاد الفيديو اليوم إن شاء الله غادي نقدم مع بعديتنا فطائر ساميد أو الفطائر الساميدة اللي كي يجيوا غزالين في المداق ديالهم تقريبا تماما بحل الفطائر ديال المخنفر اللي تعرف واحد الوقت بالمخنفر ولكن مخنفر تتعرف بالفينو بداخيق الفينو هاد الفطائر كنديروهم بالساميدة وانا ضفت لهم واحد اللمسة ديالي ضفت لهم الحبة ديال الحلاوة والنافع اللي اعطاوهم واحد المداق رائع جدا واحد انكاما نعود لكم شرب ناس مع بريد ديال اسيم شحر وهال قوتي ديالك من دكش يرفع كنتمنى تكون الوصفة ديال اليوم خفيفة على قلوبكم تابعوا معايا الفيديو باش تشوفوا المقادير والطريقة كنتمنى ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اللايك باش تشجعوني وتبارتاجوا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء اللي تعم الفائدة بالنسبة المقادير فهي جدا بسيطة غا نحتاج هنا ايا الكاس ديال دقيق ما يعادل ميتين جرام ديال دقيق كنحاولو اننا نغرب له باش هكا كيكون عنا دقيق مغربل ما بننجو نخلطوه ما نلقوش فيه مشكله وحسينه كانوا فيه شي شوائب كيتحيدو عندي هنا يا كاس ديال سميدة نفس العبار الكاس اللي عبرز به دقيق وعندي معلقة نص معلقة صغيرة عفوا ديال الملح ومعلقة كبيرة ديال السكر ومعلقة كبيرة ديال خميرة الخبز ونفس الكاس اللي عبرنا به غادي نضيف به الماء غادي نضيف جوج كيسان ونص ديال الماء كيف لاحظتم معايا ضفت فقط جوج كيسان ونص ديال الماء سوف نخلط هذه المكونات كاملة مع بعدياتها سوف نستعملوا في هذه المرحلة الأولى غير طراب اليدوي لا نضيفه في المولينيكس او اللي بغاية ستخلط مباشرة في المولينيكس ستخلط هكذا غير باش نتفاده وانما ما يبقاش لنا شي حاجة ناشفة يعني كنخلطوه عفوا الماء مع هاد الخالط الليول باليد عاد كنخلطوه في الكأس الكهربائي سنوضع الخالط ديالي في الخلط الكهربائي عفوا ونخلطهم مع بعدياتهم وعاد نردهم لنفس الإناء نيت اللي كنت نظفته سوف يكون عندي الخالط بحيث الشكل هذا تقريبا تماما بحيث الخالط ديالبغرير ولكن سيكون شوية تقيل على الخالط ديالبغرير هنا في هذه المرحلة سنضيف 1 صاشية الخاميرات الحلويات 7 جرام ونحاول ان نخلطه جيدا هذه الخاميرات حتى تخلط لنا مع الخالط ديالبغرير كامل يعني باش ما تبقى ناش الخميرات مكورة بايسة و تكون تخلطت منه مع الخالط مزيان طفي هنا في هذه المرحلة بالضبط عندي هنا هي معلقة كبيرة ديالزنجلان و نصف معلقة النافع و نصف معلقة النافع و نضيفهم الخالطة صدقوني يا ربنات هذه المكونات اللي دفن لهم يجب أن نعطي مضاق رائع جربوهم و اضعوا النافع نغطي خالطة بالبلاستيك الغذائي و نضيفه يضاعف الحجم للعجينة بعد ذلك خالطت مصف معي عجينة لأنه يوجد الجو بارد كما نخلط الأمر هذا الخليط اللوي نحرك شد القواة من الرغوة كيف يتعبون افضل لفتائر خفاف و خاوي من المقلاقة أضل مقلاء الزيت وضع قياس وعين كميزان ومثار عين ومثار ومثار معنى اضع المقلع كامل ونحن على حسب المقليات التي تطيبون فيها بالنسبة لي انا هذا المقلع عندي شوية واسعة انا لا يريدون ان يكون كبار بزاف فهذا الحجم هذا كافي هنا كيف لاحظتم انا قلبتها بقيمة شمعات شو كاملة قلبتها غير شوية كتدير واحد السمك من التحت واحد طبقة ساميكة من التحت شوية باش نحاول ان نقلعها من المقلع سنقلبها مباشرة نستمروا بنفس الطريقة حتى نكملوا نفس العجين ندهن مقلعات بالزيت ندير كمية الخالط لحسب الرغبة بغيتوهم كبار ولا صغر ندير واحد طبقة شوية من التحت اللي ستساعدنا ان نقلبها كيف تلاحظوا معي ونقلبها مباشرة بحل الشكل البانكيك بحل الشكل المخن فرنيس نقلبها نفس الطريقة نكمل لو تبقى لي من العجينة كاملة وفي هذه المرحلة أما عرفت كيف تقوم بصورت هذه المرحلة ندهنهم مباشرة بالزبدة هذه هي خطوة اختيارية ندهنهم مباشرة بالزبدة ندهنهم مباشرة بالزبدة ندهنهم الوجه و نقدمهمها كمعسلة ندهنهم مباشرة و نعطيهم مباشرة مباشرة بالزوج و دهنة دهنة نتمنى الوصفة اشتركوا في القناة إلى فيديو قادم إن شاء الله